السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وسلم وبركة علي سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والسلام إزايكم عاملين إيه يا رب تكونوا بألف خير النهاردة إن شاء الله هنعمل أحلى غداء غداءكم إيه مكرونة وبنية عملنا طبقة مكرونة زبكتي حلو جدا جدا عملنا البنية بتدبيلة حلو جدا جدا الطعم اللحم يا جماعة بتتبل معي مصبوط وطعم التدبيلة يعني عايز أقول لكم أكتر من نوع بجد حلو جدا القفر بتاعي متماسك كتير مننا بنعمل البنية بيلاقي القشرة فصلت عن اللحم عن قطعة الفراخ نفسها لأ ما شاء الله القفر بتاعي ماسك القشرة ماسكة في قطعة البنية يعني قطعة متماسكة كده ما شاء الله والتدبيلة حلو جدا جدا أحلى وأنسى بتدبيلة أنا عملتها للبنية عملنا كمان خلطة اللي قال لي كده حلوة جدا جدا ولونه ضحبي وحلو جدا معنا ومفصلش أهم حاجة إنه مفصلش حلو جدا شايفين اللحمة عايز أقول لك دايبة ومستوية وحاجة كده آخر جميل وطعم التدبيلة ظاهر فيها جدا جدا حلو يعني حاجة كده سهلة بسيطة أحلى غدا من مبخك يعني أكيد مش ناقص حاجة هي طبق صلطة وطبق مخلل وأحلى غدا من مبخك من شاء الله كده أكلت النهار ده مش محتاجة حاجة لايك بقى وتابع الفيديو أول حاجة عندي طبعا صدور الدجاج صدور البنية يا جماعة أنا مقطعه رفيا جدا على حسب السمج بتاعك ممكن تقطعها رفيا أنا مقطعها رفيا تمام يعني حوالي صدر الفراخ الواحد عامله على خمس ست شريح بني تمام البهرت أن أنا أحتاجها معلقة كبيرة من الملح نص معلقة صغيرة من الكيري نص معلقة صغيرة من البابريكا نص معلقة صغيرة من فلفل أسود ونص معلقة صغيرة طوم بودرة تمام عندي بصلة كبيرة مفرمة وعندي طمط مية كبيرة مفروم أنا هحاجة بصل مية خلي بالك في تدبيلة البنية مش هنحتاج تفل اللي ان التفلة هيعمل عازل ما بين البنية وما بين الخلطة اللي هنقل فيها فهيعملك فصل للإشرة بتاعتك فانا عايزة التدبيل اللي بتاعتي تبقى نعمة عشان قطعة البنية لما تجد غلي فيها في اللي هتقل فيه ما تفصلش معك هناخد بس المية زي ما اتفقنا مية البصل ومية البني طبعا تفرميهم في الكبه فرمي ناعم كلما تفرمي البصل والطماطم معك فرمي ناعم كلما هيدوكي مية أكتر وعندي طبعا نصف كبه من اللبن الرائب على حسب طبعا كمية البني انا هعمل كمية كبيرة شوية هشتغل بجزء وهوفرز جزء تمام طبعا حاجة زي كده يستحسن لما تيجي تعمليها تعملي جزء وقاي وتشيلي جزء ان شاء الله المقدار ترقى في صندوق الوصف كارر وبابريكا وفلفل اسود وتوم بودر وملح هنقلب بقى المقدار كلها ببعض عجمي بقش فيتر كابتولات من التوابل قلبنا كويس جدا وهننزل بصدور الفراخ عايز اقول لك بقى كل ما تسبيها في التدبيلة كل ما الانسجة بتاعتك بتطرب تبقى حلوة جدا جدا عايز اقول لك كمان ضفنا عصرة لمونة كبيرة ومعلقتين خلكوا بقر عايز اقول لك اللقطة دي ما تصورتش أسفر بس ان شاء الله المقدار في صندوق الوصف تمام هسابهم بقية تدبيلة وهاجي هنا للمكرونة بتاعتي انا عندي حوالي كيلو من المكرونة اللي سبكتتي تمام عندي معلقة كبيرة من الملح معلقة صغيرة من السكر نص معلقة صغيرة من القصبة الناشفائي الكمون البابركة ربع معلقة صغيرة الفلف الاسود معلقة كبيرة من التوم المفروم بصلة متوسطة مفرومة وعندي الطماطم بتاعتي ان شاء الله المقدار في صندوق الوصف طريقة سهلة جدا جدا وانسب حاجة من أجلها مع البني المكرونة عندي بقى كمية الزيت على قد من حمر البصلة حوالي اربع معلقة كبيرة من الزيت هحمد البصلة بتاعتي يا جماعة هديها لون كده بس مش هتخلها بيضة طبعا عشان ما تبنش في الماكرونة ويبقى شكلها مش حالو هنديها لون حالو عشان ما تبنش معنا اول ما تبدأ تحمر معنا زي كده هننزل بمعلقة كبيرة من الطوم ميكسة حلوة جدا جدا الماكرونة ما تعمليها بالبصل والطوم عن ما بتعمليها بالطوم الواحد والبصل الواحد اول ما شل مريحة الطوم معايا هنزل بالطماطم بتاعتي ده حوالي كيلو ونص من الطماطم يعني هسبك شوية هشل شوية في الفتة اللي رأي عندي وجهزين لأي حاجة بعد كده والباقي للماكرونة وعلى حسب الماكرونة بتاعتك بتحيب الصوص بتاحها كتير او خفيف انت ورحتك هننزل بالتوابل بتاعتنا وطبعا الصقنا مننسهوش هنديها تقليبة ومنسبها بقت تتسبك تقليبة ونغطي ومنسبها تتسبك معا نيكي هنا بقل سلق المقرونة عندي مية بتغلي المية جماعة فيها معلقة ملح كبيرة ومعلقتين زيت كبار اول ما المية تغلي معنا زي كده هنزل بالمقرونة بتاعتي حبة تقصريها حبة تبقى سليمة انت ورحتك ده كيلو من المقرون هاخد رسل اي جماعة حوالي خمس دقيق انا مش هسويها طبعا تسوية كاملة يا دوبك مش هلوكو حتى ثلاث تربعة تسوية لا نص التسوية انا بحب انها كده تاخد من طعم الصلصة وتستوي كمان في الصلصة بتاعتي يعني نص التسوية انها يعني اجر اختبارها كده تتقطن معايا لا تبقى لا مهرية ولا مستوية ولا ثلاث تربعة سوى نص سوى وعلى حسب طبعا المقرونة بتاعتك كل مقرونة ولا تسوية جماعة شايفين يدوبك بضط قطم هنا طبعا هصفيها واشطفها كويس جدا بغمية بردة عشان ما تتكملش عملية تسوية عند الصلصة بتاعتي انا اخدت منها جزء شلت منها جزء وستت على قد المقرونة بتاعتي هنا عندي حبة حبة واحدة من الاخضر والاحمر قطعتهم بالشكل ده وضفتهم الفلفل في المقرونة بيبقى حلو جدا جدا لنريحة وطعم هنزب المقرونة بتاعتنا وزي ما اتفقنا غسلناها كويس عشان ما تكملش عملية تسوى طبعا لقيت الحل بتاعتي مش هتاخد فانقلتها في حل اكبر هسبها حوالي 10-15 دقيقة على نار هادية جدا جدا تاخد بقى من طعم الصلصة وتكمل تسوية بتاعتها حوالي 15 دقيقة قفر الباني بقى اللي انا هحتاجه شايفين ده بيتقال عليكو نفلكس انا بجيبه من العطار خشن جدا لو انت قلتيه بالشكل ده يعني بيدي طبقه كده مش حلو مش لازيزة لكن لما بتفرميه في الكبه تناعميه خلص الكبه بيبقى حلو جدا جدا لون مطعم فانا هفرمه في الكبه بتاعتي ده لون وجامعة لونه ما كانش ظاهر قوي في خط الصورة كان لونه اصفر جدا جدا عندي بطين بطين كبار على حوالي ربع كبية لبن صغيرة او اربع معلق كبار من اللبن دوبتون في بعض وطبعا رشة ملح ورشة فلفل اسود وعندي البنية بتاعي طبعا ده جزء وفرست جزء البنية يا جماعة قعد حوالي 6 ساعت وطبعا كل ما بيطف التدبيلة كل ما بيبقى حسن اللبن فكيته كده مع الفلفل اسود والملح والبرد بتاعي ونزلت بالبنية وعندي الكيس من الفيجيتاري اللي هو الجاهز ده حار طبعا على حسب غاباتك بارد او حار عايز اقولك ميكس الخلطة دي حلو جدا جدا القرنافليكس بتطحني في الكبه وكيس خلطة الفيجيتاري نقلبهم كده مع بعض كويس جدا ونشيل البنية بتاعنا من البدو اللبن اللبن يا جماعة بيطار البنية حلو جدا بتلاقي البنية يستوي من جوه وطار من جوه والقفر بتاعك مقامش من بره حاجة كده حلو جدا جدا اهم حاجة بقى الضغطة دي شايفين بنصفي البنية كويس جدا من البدو اللبن وننزل على الخلطة اللي احنا عملناها الفيجيتاري والكورنافليكس اهم حاجة الضغطة دي كل ما بتضغطي كل ما بتديك كافير متماسك طبعا بنضغط كويس جدا وبعد بننفضها كده وبنشلها في الطبقة جنبا عايز اقولك لونها حلو جدا جدا وطعمها حلو جدا جدا يعني الكورنافليكس لازم تطحموه بيدي شكل لو طعمه احلى احسن ما بس بيه كده بيبقى عامل حبيبات عالقافة البنية ومبقاش حلو شايفين بنصفي كويس جدا جدا من البيض ولازم الضغطة دي كل ما تضغطي كل ما تديك اشعة متماسكة وتديك الشكل حالو طبعا عندي زيت سخنة الزيت غزري يا جماعة اني يعني يفضل ان الزيت يبقى مغطي قطعة البنية بتاعتك تمام؟ عايز اقولكم ان الزيت بتاعي ده انا مستعملها قبل كده ده اللي انا عملت في الستبس الستبس والاجناحة كمان الزيت اللي زي كده بصفيه وبيشله على فكرة في الزيت ده في التلاجة وقت ما بحتاجه بطلعه وبستعمله تاني ما بيقولش لأ طبعا بصفيه الاول قبل ما تشيله شايفين؟ ما شاء الله لونه حلو جدا جدا الشريح بتاعتي يا جماعة بتاع البنية هو ايئة جدا جدا فعشان كده ما بطولهاش يعني عايز اقولك اقل من خمس دقايق ونتم طلعها ثلاثة دقايق وبتخلص معي طبعا عن حسب سمك البنية بتاعك واحنا ضيفين كمان الليمون وخل والليمون على البيض لانسيجة طريقة جدا جدا وبتستوي كمان من اقل حاج خلاف كمان النهر قريقة معي على نور متوسطة مش عالية ولا هادية نور متوسطة ثلاثة دقايق وبتطلعي اعز اقولك التدبيل طعمها حلو جدا جدا والقفر اللي احنا قلنا بالبنية حلو جدا 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 جربي وان شاء الله هيعجبك عن البقسمات وعن الفيجدار التاني الميكس ده حلو جدا شايفين اللون ما شاء الله وان المكرونا وان المكرونا بتاعتي حلو جدا ولونها حلو جدا وده الطبقة معي الازة طبقة ان شاء الله تعمله هيعجبكم جدا جدا غداكم ايه مكرونا وبنيه سهل وبسيط وما خدش منينا اي وقت يعني زي ما بنقول كده اكلة المستعجلي محترة تعمل ايه بتطلع البنيه بتاعك تبقى طبعا عملك المياه في الفيزر عندك وكس مكرونا والز واسرع غدا شايفين القفر بتاعي متماسك ازاي وطعم التدبيل حلو جدا جدا ان شاء الله هيعجبكم طبق السلطة ومخلل والغدا مش محتاج اي حاجة بعد كده ده كان فيديو النهاردة ان شاء الله يعجبكم لو فيديو النهاردة عجبكم لايك واشتراك في القناة استوداكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته